هذه أبرز العنوية وفات متسابق فرنسي فرالي المغرب قرب ذاكورا وليد الرجريقي انفجر غضبا على أمين الوزاني بسبب رفضه الالتحاق بالمنتخب لهذا السبب الجامعة تقرر تقريم لاعبي المنتخب المغربي السابقين المنتمين لمنطقة الشرقية على همش مباراة وسود الأطلس وإفريقيا الوسطى في وجدة إدارة رياس الصدد الإسبانية تتغنى بالدولية المغربين في أكرد بعد تألقه مع فريقه في انطلاقة الموسم والتحاقه بالمنتخب المغربي قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باش وصلك دائما أخبار المغرب توفي السائق الفرنسي فيدريك بودري بعد تعرضه لحادثة في رالي المغرب قرب مدينة زاقورا يوم أمس الاثنين أعلنت اللجنة المنظمة لرالي المغرب في بلاغ رسمي أثناء مرحلة رالي المغرب التي تقام قرب زاقورا تعرض السائق الدراجة النارية فيدريك بودري الذي يشارك في سباق للمرة التالية لحادثة في الكثبان الرملية عند الكيلومتر السابع والتسعون أضاف تم تقديم المزاعد له على الفور من قبل أطباء إحدى المروحيات الطبية التي نقلته إلى مستشفى زاقورا حيث توفي في الساعة الرابعة والخمسة والأربعون دقيقة مساء بتوقيت غرينيت يشار إلى أن الدورة الخامسة والعشرون لرالي المغرب المحطة الخامسة والأخيرة من بطولة العالم لرآيات الصحراوية تجرى ما بين الرابع إلى الحاد عشر أكتوبر الجاري أكدت المصادر المقربة من المنتخب الوطني المغربي أن وليد الرجريجي مدرب الأسود يشعر بالغضب الشديد من رفض المهاجم أمين الوزاني الاندمام إلى المنتخب الوطني المغربي الأولمبي للمشاركة في أولمبيا لباريس التي كانت قد أقيمت في باريس الصيف الماضي كانت طاقم التقني للمنتخب المغربي الأولمبي بالقيادة طارق السكشيو قد واجهت دعوة لأمين الوزاني للاندمام إلى صفوف الفريق الأولمبي وقد حصل على موافقة ناديه البرتغالي سبورثينج بارغا إلا أن لاعب المغربي أمين الوزاني رفض العرض بالالتحاق لمعسكي أسور الأولمبي برز بأن أمين الوزاني قراره برغبته في التركيز مع فريقه الجديد في الدوري البرتغالي مشيرا إلى أنه يحتاج إلى فترة تحضير جيدة للتأقلم مع أجواء الدورية الجديد بالبرتغال كما أشار إلى رغبته في المساهمة مع فريقه في التصفيات الأوروبية من أجل ضمان مكان أساسي له داخل الفريق هذا الموقف لم يلقي استحصان المدرب ولد الرجاجي الذي كان يعتمد عليه أمين الوزاني لتعزيز صفوف المنتخب الأولمبي وقد أدى هذا الخلاف إلى توتع العلاقة بين الرجاجي وأمين الوزاني خصوصا أن أمين الوزاني كان من بين الأسماء التي ساهمت في تتويج المنتخب الأولمبي بكأس أمم إفريقيا يذكر عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد حاول أيضا ضم أمين الوزاني إلى صفوف الجزائر مستغلا هذه نقطة الضعفة إلا أن اللاعب رفض العرض بشكل قاطع وأكد على أنه منتمي بشكل كامل وعاط لوفائه للمغرب وقميص الوطن قررت الجامعة الملكية المغرب لكرة القدم تكريم اللاعبية المنتخب الوطني المغربي السابقين المنثمين للمنطقة الشرقية تأتي هذه المبادرة من الجامعة الوصية على هامش استضافة المركب الشرفي بمدينة وجدة لمبارتي المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى برسم الجولة الثانية الثالثة والرابعة من تصفية المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا المغرب الفين وخمسة وعشر يواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابانا بالملعب الشرفي بمدينة وجدة حيث تجرى مباراة الذهاب يوم السبت الثاني عشر أكتوبر الجري انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش على أن تقام مقابلة العودة يوم الثلاثة الخامس عشر من نفس الشهر وعلى نفس الملعب قدمت صحيفة ماركا الإسبانية يوم الثلاثة تقييما لأداء الانتدابات الخمس التي قام بها نادي رياس صداد الإسباني هذا الموسم ومن بينها استعارة الدولية المغربين في أكراد من نادي ويسهم يونيتد الإنجليزي كتبت الصحيفة لإسبانيا يصل نادي رياس صداد الإسباني إلى فترة التوقف الدولي الثاني هذا الموسم قدم وقد تم دمج العتعاقدات الخمسة التي أنزجها الفريق الصيف الناضي بشكل كامل في المخطط المدرب إمانويل أجواصل على الرغم من أن المفاجأة أن أغلى هذه التعاقدة جميعها أوري أوسكارسون هو اللعب الأقل توظيفا في المباراة قياسيا مع ما كان مع اللاعبين الآخرين وعلى رأسهم الدولية المغربين في أكراد الذي يتم إشراكه في تشكيلة الأساسية لرياس صداد في جميع المباراة ويقدم أداء لافتان سيرجيو غوميس هو أكثر لاعب مجلوب يعول عليه المدرب إمانويل لدرجة أنه ثاني لاعب في الملعب بأكبر عدد من الدقائق خلف لمارتيز مارتينا وزيبيني خافي لوبيس هو الانتداب الثاني الذي شارك في المباراة الرسمية 11 التي خضها ب545 دقيقة وقد غاب عن مباراتين فقط بسبب إصابة عضلية طفيفة قدم مايتيز في المباراة السبعة التي لعبها في الدولة الإسباني مباراة أساسية مع وكان أول ظهور له أوروبيا في آخر نصف ساعة من مباراة نيسا ومن ناحية أخرى فقد أظهر المدافع المغربين في أكراد أنه يمتلك كل القدرات والمقومات بل وأكثر من اللازم فعلى الرغم من أنه لم يتمكن من اللعب في الأيام الأربع الأولى نظرا لكونه قدم إلى ريال مادريد أو ريال سو سيداد في اللحظات الأخيرة للميركات الصيفي إلا أن قلب الدفاع المغربي ظهر أساسيا في خمس المباراة الأولى ولعب شوط ثاني ضد أندرليخت يصل إلى 470 دقيقة ويعتقد العديد من المتابعين الواقعين أنه من الغاري أن يكتفي ريال سيداد باستعارة نيف أكراد لموسمه وحيدة فقد أكد في وقش قياسي أن بمقدوره أن يصبح قائدا رائعا للدفاع الفريق ريال سيداد الإسبانية ترجمة نانسي قنقر